في هذا الجذء سنتعرف على كيفية ضبط وتعديل خواف الـ Screen Saver والـ Screen Saver عبارة عن شورة أو عدة شور يتم تحقيقها بطريقة معينة وذلك للحفاظ على شاشة الكمبيوتر من التلف ويتم تغيير الـ Screen Saver تلقائيا في حالة عدم استخدام لوحة المساتيح أو الماوش لقطرة محددة من الزمن ويمكن ضبط وتعديل خواف الـ Screen Saver بالضغط بمفتاح الماوش الأيمن في أي موضع خالي على فطح المكتب واختيار جذرتيز من القائمة المختصرة ومن هذا المربع الحواري نضغط على لوحة المتغيرات Screen Saver ومن هذه القائمة نقوم باختيار الـ Screen Saver التي نريد استخدامها فيتم عرض معينة للـ Screen Saver التي قمنا باختيارها في هذا الجذء ويمكننا اختيار الصور التي نريد عرضها داخل الـ Screen Saver كما نشاء وذلك عن طريق وضع هذه الصور داخل المجلد My Pictures واختيار My Pictures by True من هذه القائمة فباختيار هذا الاختيار من القائمة يتم عرض الصور الموجودة داخل المجلد My Pictures في الجزء الخاص المعينة وبالضغط على Preview يتم عرض الـ Screen Saver بين الأشاشة ولخروج من هذا العرض نحرك النوش ثم نقوم بالضغط على أي مفتاح من المفاتيح لوحة المفاتيح ويمكننا تغيير الإعدادات الخاصة بالـ Screen Saver بالضغط على المفتاح Setting فيظهر المربع الشواري الذي يحتوي على الإعدادات الخاصة بالـ Screen Saver المختار ويجب ملاحظة أن هذه الإعدادات تختلف حصة الـ Screen Saver الذي نقوم باختياره فلتغيير الكتابات التي يتم تحريكها عند تغيير الـ Screen Saver نقوم باختيار الكتابات الموجودة بالخانة Text ثم ندخل الكتابات التي نريدها ويساكن بفيرة برافج كما يمكننا تغيير لون خلفيات الشاشة باختيار اللون الذي نريده من القائمة ByGround Color ولتغيير تنفيق الكتابات نضغط على المفتاح Format Text ونقوم بتنفيق التنفيقات التي نريدها ثم نضغط OK ومن الـ Gold Position يمكننا إختيار طريقة تحريك الكتابات وباختيار Center يتم تحريك الكتابات في منتصف الشاشة وهو الإختيار الإفترابي وباختيار Random يتم تحريك الكتابات في مواضع عشوائية كما يمكننا التحكم في فرعة تحريك الكتابات بالضغط مع الصحب على المؤشر الجديد ولتطبيق الإعدادات التي قمنا بإجرائها نضغط على المفتاح OK ولرؤية تأثير الإعدادات التي قمنا بإجرائها نضغط على المفتاح Preview ومن الثانة Wait نقوم بتحديد الوقت الذي سيتم بعده تشغيل الـ Screen Saver وعند اختيار On-Resume Display والـ Screen فإنه عند الخروج من الـ Screen Saver يتم عرض شاشة الترشيب الخاصة للمستخدمين وشتظهر أهمية هذا الاختيار عند حديثنا عن المستخدمين Users ويمكن أن يتغير هذا الاختيار إلى On-Resume Password Protect وذلك حسب الطيقة المستخدمة للتنقل بين المستخدمين وشوف نتعرف على هذه الصرق في الأجزاء القادمة والحفظ الأعدادات التي قمنا بإجرائها والخروج من المربع الشواري نضغط على المفتاح OK وما تغيرها